كنت أظن أن الكفار يشربوا الخمور فقط في ليلة الإجازة يعني مرة واحدة أو في ليلة واحدة في الأسبوع مثلا لكن سبحان الله اتضح لي أنهم يشربوا الخمور في كل وقت ويشرب الخمر الواحد منهم أقل ما يكون ثلاث مرات في اليوم يشرب مثلا في الليل ونسأل العافية السلامة عندما استيقظ في الصباح يعني ألم شديد صداع كبير من أثر الخمر فيداوي هذا الألم بالتي كانت هي الدع وداوني بالتي كانت هي الدع يداوي الخمر بالخمر يذهب إلى العمل وقبل أن يدخل إلى بيته يشرب الخمر بل البعض نسأل العافية السلامة لا يشرب الماء يقول أن شرب الماء ضياع يعني للزمان للوقت ولماذا يشرب الماء؟ نسأل العافية السلامة هو يشرب الخمر أكثر من شرب الماء وبعد هذا يوجد من المسلمين من يعجب بالكفار ترجمة نانسي قنقر